اشتركوا في القناة من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا أظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام وأياته الأخوات الفضليات في هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة سلسلة الطريق إلى الله وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا في هذه اللقاءات أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات القلد بغير حساب ولا عذاب وينظر إلينا ربنا وهو راض عننا يا رب العالمين إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير الطريق إلى الله جل وعلا سلسلة كريمة طيبة مباركة ألتقي فيها معكم لنتعرف عن طريقنا إلى ربنا وألخص في بداية كل لقاء خريطة هذا الطريق محطات السير إلى الله جل وعلا لنتعرف أين نحن من طريقنا إلى ربنا جل وعلا وألخص في عشر محطات في مطلع كل لقاء طريقنا إلى الله جل وعلا في المحطة الأولى الإفاقة اتنين الهداية ثلاثة البداية أربعة الزادة كمسة النور ومضت معنا هذه المحطات الخمسة لنبدأ بالمحطة السادسة العقبات ثم بعدها السابعة الثبات ثم الثامنة الاستراحة ثم التاسعة الرقي والعاشرة والأخيرة اللقاء مضت معنا خمس محطات ونبدأ في المحطة السادسة وهذا هو لقاؤنا الخامس والعشرون هذا هو اللقاء الخامس والعشرون من سلسلة الطريق إلى الله جل وعلا ومع بداية العقبات فاكرين يا أخوانا أول لقاء في خريطة الطريق قلت لك إيه قلت لك عشان أقرب لك يعني إيه الطريق إلى الله قلت لك يخله إنسان من القاهرة مثلا سافر اسكندرية حصل له حادث هناك أغمي عليه نقلوه بالإسعاف للمستشفى خلاص هو مغمي عليه هو غافل مغمي عليه يعني غافل مش داني إيه اللي بيحصل حواليه أول حاجة حصلت له إيه إنه فاء الحمد لله جات سليمة حادثة جات سليمة ممتش الحادثة يا ربنا نجاه منها أول حاجة فاء صح؟ دي المحطة القولة بتاعتنا الإفاقة وده اللي بتحصل اللي بيعين عن ربنا أبو يموت يحصل له حادثة جاره يموت الأنتين بتاعه يجيله شلل يبدأ صاحبنا ده يفوق يفوق بس لو فضل في مكان المعصية هيرجع تاني يبقى لادم يازم ينتقل من مكان الغفلة إلى بداية الطريق اللي انتقال ده اسمه الهداية إن ربنا يهديه لأول الطريق فصاحبنا اللي حصل له حادثة أول مفاء في المستشفى أول مفاء أنا نفين أنت في المستشفى أنت منين أنا من القاهرة أبدا أنا نفين أنا في اسكندرية عاوز يروح للقاهرة يعمل إيه يخرج بر المستشفى هل ممكن يشاور كده القاهرة قاهرة لا 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 هيتحرك من الحتة اللي هو أفاق فيها لغاية الموقف اللي هو بداية الطريق التحرك ده اسمه الهداية دي أصعب حاجة الهداية دي أصعب حاجة لأنه محتاج ياخد قرارات إنه هيتنازل عن محبة وهينسى كل رواسم الجاهلية ليروح لأول الطريق وصل بقى عند الموقف المطلوب منه خط واحدة بس إنه يركم العربية الصح وإنت برضه في البداية إنك تبدأ الطريق الصح لأنك لو بدأت غلط هتمشي في سكر غرض خالص هتبعد عن مكانك يبقى لازم المطلوب منك أول خطوة عليك أنت إنك تركب العربية الصح أول خطوة عليك إن أردت القربة من الله إنك تبدأ أنت تبذل تبدأ تتحرك أنت طريقه الألف ميل يبدأ بخطوة تبدأ أنت وعلى الله التمام في البداية تعلمنا حكي كتير المطلوب منها في البداية ايه؟ تعرف أنك طريق طويل وتعرف أن فيه تدفعها وتعرف أنه أن فيه جهد هتبذله وتعرف أنه محتاج تصبر شوية على ما توصل وبعدين وإنت ماشي معك شنطة زادك العربية اللي ماشي لازم بنزيم وزيت واللي ماشي عينه على لمبة الزيت وعمة لمبة الحرارة ولازم يبقى في الطريق فيه زاد بزاد ولازم أنوار نور عاري ونور واطي وأعمدة إنارة ده العلم اللي اتكلمنا عنه يبقى أنه فيه زاد الطريق وفيه علم دول خمس محطات طب وإنت ماشي في الطريق هتقابل مطباط صح؟ هتقابل مطباط لازم لأنت في مصر يا حبيبي مطباط عمولة مطباط وبين كل مطب ومطب لازم تلاقي مطب كان بيقولك معلش دي على هامش كده فالزورة فالزورة قولها لعيالك حاجة حاجة لو شفتها ما تكلهاش ولو ما شفتهاش هتكلها هارفين هي ايه؟ هي المطباط لو شفت المطب مش هتكله إنها بلو ما شدوش هتكله عشان كده جت للمحطة السادة اللي أنا ببدأ أكلمك عنها هذه المحطة اسموها محطة العقبات المطباط لابد أن تعرف المطب لابد أن تنتبه هذا المطب لابد إنك تعرف إزاي تاخد المطب لازم تهدى سرعتك مش هينفع تاخد على سرعتك المطب ده العربية تتكسر يبقى برضو المطب بتتعرف إنه بيأخر سيرك العقبة اللي في طريقك لربنا هتلاقي عقبات لازم من شياطني الإنس والجن عقبات هقولك عنها عنها الوقتي هذه العقبات التي ستقابلها وأنت تسير إلى الله هذه المطبات التي ستؤخر سيرك إلى الله لابد أنك تعرف إنك بتتأخر عندها شوية صح؟ المطب بتأخر عنها بيأخرك بعد ما قلت ماشي بسرعة 100 والأقل والأكتر بتهدي خالص لسرعة 10 والأقل ولو المطب عالي لازم تاخده تعرف تاخده إزاي السواء يعرف ياخده إزاي يحط العجل القداماني الأول وبعدين ياخد العربية من نصها عشان ما تحكش وما ياخدهاش لو شايل تقلي كتير لازم ياخدها بطريقة معينة وإزاي يفدي المطب ولازم ياخده بسرعة هادية وبعد كده يبدأ يصير تاني عشان كده عملت المحطة الصبعة اللي يتبات على الطريق بقى مش هتنام جنب المطب ولا المطب هيأخرك وتقف ولا بعد المطب تفضل ماشي بسنفس السرعة اللي انت كنت فيها عند المطب فانا بقول لك كده العقبات التي تلقاك في طريقك إلى الله ستؤخر من سيرك إلى الله بس مش معنى أن العقبة أخرتك في سيرك إلى الله إن تفضل متأخرة لأمرك لا لابد أن تثبت على الطريق وأن تسرع في الطريق وأن تثبت على الطريق وأن تعاود الإصراع إلى الله مرة أخرى وأن تعاود المسابقة إلى الله مرة أخرى يبقى العقبات دي بتأخر شوية تتعلم كيف تتخطى هذه العقبات العقبات دي تقدر تقول دي مفترق طريق تماشي كده في طريق مين وشمال لازم تعرف تاخد يمين ولا شمال تاخد الطريق اللي فوق ولا اللي تحت تطلع الكبر ولا تاخدوش لازم عشان تعرف كيف تتخطى هذه العقبات كيف تقتحم هذه العقبات ولازم العقبات دي يبقى عليها علامات المطبات دي يبقى عليها علامة لأن لو معلاش علامة هتقولها إلا لو أنت عارفها ودلأسف عقبات الطريق إلى الله جل وعلا غالبا ما عليهاش علامات العقبات اللي بتوقفك عن سيرك إلى الله جل وعلا عن طريق الجنة العقبات اللي بتوقف في حياتك دي مفترق الطريق اللي بيحاول يأخرك عن سيرك إلى الله جل وعلا ما عليهاش علامات لابد أن تكون عارفها من البداية عشان كده أنا بحاول أعلمك أو أتعلم معك كيف تعرف كيف تستبصر كيف تعرف علامات الطريق كيف ترى هذه المطبات من بعيد إزاي تنور نور عالي عشان تعرف المطبات من بعيد كيف تتخطى هذه العقبة تبطئ سيرك أيها السائر إلى الله وأنت في الطريق إلى الله تبطئ سيرك لكن لابد بعدها من إسراع أصل هذه العقبات كلها أصل هذه العقبات كلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت وماشي في طريق الصراط المستقيم هيطلع لك عقبات هتطلع لك فتن هتطلع لك مشاغل هتطلع لك حاجة أخارك كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل كما رأوا الإمام أحمد والحاكم بإسناد الصحة الألباني من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمها الحديث ده قال النبي عليه وسلم ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً نحن ماشينا عليه الطريق إلى الله طريق مستقيماً ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط صوران بهما أبواب مفتحة أنا أعود أنك تفهم المثل تدبر معايا ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط صوران بهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة يعني أنت ماشي في الطريق إلى الله في صور هنا وفي صور هنا حدود يعني في أبواب مفتوحة بس متغطية باستارة وداع يدعو من أمام الصراط يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تتعوجوا يعني أوعت لاي مفترق طريق تمشي في طريق رط أوع المطب يبعدك عن ربنا أوع العقبة تؤخرك عن سيرك إلى الله يجل وعلى دائماً لا داع يدعو من أمام الصراط يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح بابا من هذه الأبواب قال له هذا ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه أوعى تفتح على نفسك باب الفتنة لسه لو فتحتها هتدخل وهتوع فيها أوعى تفتح على نفسك باب العقبة لسه لو دخلت عقبة أو فتنة شهوة أو شبهة في طريقك إلى الله هتبعدك وتأخرك وتشدك وتضلك ثم فسر النبي المثل قال فالصراط الإسلام نقول المثل هو هنفسره بقى النبي اللي فسره فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي الذي يدعو من أمام الصراط هو كتاب الله يعني كتاب ربنا هو دا اللي هيوصلك هتمشي وراه هيشدك هو دا الحبل اللي هيمشيك صح واعتصمه بحبل الله والداعي الذي يدعو من أمام الصراط هو كتاب الله والداعي الذي يدعو من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مؤمن بقية الفطرة تقدر تقول ضميرك الإيمان اللي باقي في قلبك اللي تعمل معصية تلاقي عندك كده نفس لوامة نفسي بتأخرك عن فعل المعصية دا الواعظ لربنا جعله في قلبك واعظ الله في قلب كل مؤمن فأنت أيها السائر إلى الله ستجد في طريقك إلى الله جل وعلا من يلقاك ليؤخر سيرك من شياطين الإنس والجن من شياطين الإنس والجن تحاول أن تؤخر سيرك إلى الله جل وعلا والحل لتتخطى العقبة ألا تفتح على نفسك باب الفتنة لا تفتحه ما تنساش الكلمة اللي النبي قالها ويحكى لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه بتعبرنا اوعى تفتح على نفسك باب فتنة اوعى تقول أنا أداوئ دود ونقدر ده أنا لو وقفت في مئة وقفت في مئة بنت مش هفتتا بتهيألك ده ممكن واحدة بس يتغمز لك توقع وتطرق الدين خالص ده أنا لو المال حرام كده قدام عناية عمري ما مدي إيدي لدرهم اوعى تقرب من الحرام أسللوه بريق هيشدك اوعى تفتح على نفسك باب الفتنة ده أنا لو قفت قدام أعظم فتنة إن شاء الله هثبت أنا عندي علم إزاي يا حبيبي ده النبي عسام يقول من سمع بالدجال فليانق عنه فوالذي نفسي بيده إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيؤمن به لما يبعث به من الشبهات اوعى تفتح على نفسك باب شبهة ده أنا بدخل غرف النصارى غرف الشيعة عشان أجدلهم لا ما تغشش هتدخل الشيطان هيشغلها بدمارك وهيفتنك وهيلبس عليك وهما هيدقوا يكسبوهات ممكن تظل كثير ممن وقعوا في الإلحاد والله ولقيت بعضهم وقعوا في الإلحاد سببها إن بدأوا يتجربوا يشوفوا الغرب بتاعت الإلحاد وقعوا في الإلحاد الحد كفر بوجود الله مش كفر كفر بوجود الله والعياذ بالله وكان طالب علمه وكان وكان دي عقبات تقابل السائر إلى الله جل وعلا أصل هذه العقبات كمتين شهوات وشبهات أصل هذه العقبات المطبات اللي بتقابل في السائر إلى الله أصلها حكتين مرجعها إلى حكتين شبهات وشهوات قال الله جل وعلا عن الشبهات في قلوبهم مرض ربنا سمعها أمراض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى في الأصل في الكلام عن الشهوات أنا بقولك ملخص العقبات ملخص الشهوات قال تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يبقى في قلبي مرض الشبهات أو في قلبه مرض شهوات في قلبي مرض شبهات أو في قلبي مرض الشبهات تلك هي عقبات اللي عاوز يلتزم الذي يريد أن يستقيم الذي يريد أن يقترب من الله الذي يريد أن يسلق الطريق ممكن يلاقي عقبات تمنعه أصلا أن يمشي في الطريق من البداية مش عاوزين اللي عقبات هتوقفه أن يمشي في الطريق أصلا وممكن بعد أن يمشي في الطريق يجد عقبات توقفه عن إكمال الطريق إلى الله جل وعلا سنتعلم في هذه الكلام أو في هذه المحطة اللي هي محطة العقبات محطة المطبات سنتعلم كيف نقتحم هذه العقبات سنتعلم سنتعلم أعطال الطريق سنرى مفترق الطريق سنستبصر بتخطي هذه العقبات وللأمانة للأمانة أنا سجلت ثلاثين حلقة سجلت ثلاثين حلقة في برنامج في رمضان قبل الماضي سجلتها في قناة أمجاد في قناة أمجاد كان عنوان الحلقات عنوان السلسلة عنوان البرنامج مطبات مطبات هم إخوانا في قناة أمجاد أظن ألقوا عليه اسمي تاني أنا لا أذكره الآن كان أثوره لكن إن شاء الله في الحلقة القادمة لكن ذكرت فيها تلاتين عقبة تلاتين مطب تلاتين مشكلة تقابل السائرة إلى الله جل وعلا ذكرت العقبة وذكرت أمامها العلاج العقبة والعلاج ذكرت أن المطبات أو العقبات التي تقابل السائرة إلى الله جل وعلا ذكرت عقبة العمل أن يشتغل عمل حرام يخليه بالعربنا او انه ينشغل بالعمل يخليه بالعربنا كيف تقابل هذه العقبة وكيف تحولها الى نفع كيف تحول هذا العمل الى نفع تستفيل به تكلمت عن عقبة الدراسة كثير من الذين يدرسون انا اقولك بس موجز النهاردة كثير من الذين يدرسون الطلبة بالنسبة له الدراسة عقبة في سيره الى الله جل وعلا امتحانات ما عادش فاضي احدى المحاضرات مذاكرة ما عادش قادر يطلب العلم الكلية المهمة دي كلية القمة خديته عن دينه خديته عن طريقي الى رب جل وعلا يبقى اصبحت الدراسة بالنسبة له انا عقبة لا احول لك العقبة ديا هخليلك اللمون عاصل حلو مش اللمون مر بس ممكن تشربه بقى عاصل حلو يبقى الدراسة دي فعلا بالنسبة لك ما تبقاش عقبة تبقى دافع لسيرك الى الله جل وعلا كيف تأخذ من الدراسة او تحول هذه العقبة الى دفعة الى الامام الى دفعة في السير الى الله جل وعلا كثير من الطلبة بينشغل بالمذاكرة وحتى لو خد اجازة كثير من الطلبة حتى لو خد اجازة ببعل عن ربنا اسأل كده الطلبة انت بتكون قريب من ربنا اكتر اثناء الدراسة ولا اثناء الاجازة ولا اثناء الدراسة يعني فعلا ممكن الدراسة تبقى تزود قربك من ربنا في الاجازة بينسى الصلاة ايام الدراسة كان المصحف فوق الكتب ومحافظ على ورد القرآن وبيقوم الليل وبارب أبيه وأمه ومحافظ على ورد الاستغفار وبيصلي الصلاة بوقتها في المسجد يبقى الدراسة ممكن ما تبقاش عقبة لا ده ممكن تبقى دفعة الى الله وقرب من الله اسمه تعالى والاجازة اللي انت كنت تفاهم انك تتمنى تقول بس انا اخلص بس الكلية دهي او اخلص وفوق اخلص الدراسة بس وقرب لربنا يفاجأ ان لما انهى دراسته وبدأ في الاجازة ارتاح فغفل والمؤمن اذا ارتاحها غفل خلاص ساب القرآن انشغل بقرناء السوق سافر بيع عن مجالس العلم فاصبحت الان مش الدراسة اللي عقبة ده ترك الدراسة اللي عقبة هقولك ازاي تحول هذه العقبة الى نفع لك هنتكلم عن فتنة النساء ودي اكبر عقبة تقابل الشباب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء ان حركت تدخل الكلية زملتك في البنش وزملتك اللي في الجامعة واللي قاعدت على جنبك وانت قاعدت في المدرج واللي تحكيت لك وانت قاعدت في السكشن واللي كلمتك وانت في الراوين خلاص ما عليش في اللفظ نسيت نفسك ذبت وقعت في الشهوة وقعت في فتنة النساء خلاص تروح البيت تيجي تصلي تفتكرها تيجي تسجد مش عارف تسجد مكسوف انها تعرف انك ملتزم استهدسيبك مكسوف تعرف انك متدين تبدأ تتنازل عن دينك درجة فدرجة فتنة النساء فتنة الشهوات فتنة النساء سواء بقى في التلفزيون ولا في الفيس ولا في النت ولا في الشهات ولا في الجامعة ولا في الكلية ولا في الكورنيش ولا في الشارع ولا في الجار فتنة النساء اعصف فتنة تعصف بقلب ثابت تضيع الطالبة للجنة تفتن السائر الى الله في جل وعلا هنتعلم كيف تحول فتنة النساء إلى باب للقرب من الله يقربك منه سبحانه وتعالى كثير من الشباب أنا أعمل إن شاء الله محضرة في العقبات دي أنا أسميها الأهرام الثلاثة الأهرام الثلاثة أنا أقول لك بس موجز عارفين يعني أهرام الثلاثة الأهرام الثلاثة مش خوف وخفرة ومنكررة ده كثير من الطلبة اللي بدرسوا في الجمعة يقول لك بس أنا أخلص الكلية دي وفوق أخلص الكلية الهم دي وفوق هذا كلام الشباب تسمعوا منهم تجي تقربوا ربنا وتذكروا بالله يقول لك بس بس أنا أخلص من الكلية دي وفوق يفاجئ إنه بعد ما خلص الكلية بثلاث عقبات أنا أسميها أهرام ثلاثة تقفوا في طريق السائر إلى الله يجل وعلا خلص الكلية اللي كان فاهم إن هي عقبة وإن الدراسة عقبة خلصها فوق بثلاث أهرام عارفين هم؟ أو ما بتخرج عارفين الأهرام الثلاثة؟ عارفين العقبات الثلاثة؟ عارفين المطبات الثلاثة يومية؟ أقولوا أقولوا أول حاجة الجيش تاني حاجة الوظيفة تارت حاجة الزواج هو الزواج ده عقبة؟ هو العمل عقبة؟ هو الجيش عقبة؟ هو بيدور عليه إعفام الجيش عشان أصل الجيش بيزلونا فيه ومعادش شاكر القرآن ومعادش أحضر محاضرات ومعادش صحابي الطيبين هروح هناك لأنك بيشربوا سجاير ومش عابب يعملوا إيه وبيشتوموا إيه وإيه؟ فيروح هناك ينسى الدين ده أنا هقولك إزاي تحول الجيش السنة بتاعت الجيش ولا سنتين بعد الجيش إنه تكون أحسن سنة في حياتك إن إزاي كيف تحفظ القرآن والسنة وإنت في الجيش كيف تخرج من الجيش وقد اكتربت من الله يجل وعلا أكثر وأكثر إبقى تتحول هذه الحقبة إلى قربة من الله يجل وعلا الزواج أو قبلها قبل ما تجوز لازم عنده وظيفة يقول لأنا بشتغل إيه؟ يرح يدور على وظيفة هم بيقول كده ما فيش وظيفة في البلد الأم دي إيش الشباب بيقول كده فيعمل إيه؟ يبدأ يدور على عمل يجيب فلوس ويستلف ويسافر برة ممكن ما يوفقش يبقى أصبح مديون يجيب قرد من البنك بقيت الوظيفة ضيعته أو يروح يشتغل في بنك ريبوي أو يروح يشتغل غسيل صحون في بلد أوروبية دفع اللي وراه واللي قدامه عشان يخسل صحون الكفرة هناك أصبح الآن البحث عن وظيفة أو البحث عن أصبح بالنسبة له الآن فتنة إبعاد عن الله خلاص أو يسافر حتى دولة مسلمة من دول الخليج خلاص يشتغل من الصباح لغاية الظهر ويشتغل من العصر لغاية الساعة 11 بالليل لا يجد وقتا لقيام ولا لذكر ولا لطاعة ولا لعبادة ولا قرب من ربنا كل ده عشان يريده عملا ساب أصحابه وسب أحبابه وسب المجالس العلم وسب الدين وسب طلب العلم وسب طريقه إلى الله جل وعلا وانشغل هناك إزاي نحول هذا إلى دفع إلى الله جل وعلا يطلع العقبة الثالثة أو الهرم الثالث بقى هرم الأكبر هرم الزواج لا سيما لأخواتنا كانت قبل الزواج بتعمل إيه بتجي من محاضرة دي من محاضرة دي من الشيخ ده للشيخ ده ومن دار القرآن دي للتجويد هنا للإجازة اللي هنا للمحاضرة بتاعة الشيخ ده لجلسة خاصة في تعليم الفقه لدراسة بعد إما تزواجت خلاص ما حدش بقى لها محاضرات ولما قالها بقى أول عيل خلاص لعدل بتخرج وتقلت وزوجها كمان شغالها دخلت في الأسر بعدت عن ربنا بدأت ترجع للأفلام بدأت ترجع للتمثيليات بدأت تخش على الفيس بدأت تعصي الله جل وعلا خلاص أصبح الزواج بالنسبة لها عقبة أبعدها عن الله لا كيف تتحول بزواجك إلى قربة يا ربك كيف يكون الزواج عونا على الطاعة عونا على القربة من الله جل وعلا دي اسمها العقبات الثلاثة الكلام دي كوننا بتشوفوه ده لا يعني البحث عن عمل عقبة الدراسة فتنة الزواج فتنة الأولاد فتنة الشهوات فتنة النساء دي كلها عقبات كثير من الناس يفتتن ويبعد عن الله جل وعلا إنه عنده فراغ صح؟ الفراغ ده عقبة ويقول لك أنا أنا بديه أول لما قبل واحد في الشارع وقول له أنا عاوزك في قدمة قولي تحت أمرك أنا فاضي ما ورش حاجة كلمة أنا فاضي ما ورش حاجة يبقى مضيع الحقوق يبقى ممكن يفتتن لأن الشيطان أقرب للفارغ منه للمشغول وربنا قال أنا علمنا إن زيتنا تخطى هذه العقبة قال له فإذا فراغت فانصب المؤمن ما عندهش وقت فراغ فالفارغ ده يعتعر عقبة من العقبات فتنة العقبة اللي بتقابل الشباب الآن لا سيما الشباب اللي هو لسه يعني في السماوية اللي طالع جامعة فتنة الاستمنا ما هو شايف البنات بترقصه في الإعلانات عفوا في الكلام يعني يترقصنا في الإعلانات والفيسبوك والإعلان عن عربية جايبه بنت متبرجة وإعلان مش عارف عن محمول جايبه بنت متبرجة فخلاص والأفلام الإباحية منتشرة وسبعمائة سبعمائة ألف موقع إباحي منتشرين بضغطة أصبح الآن سهل للوقت الوصول إليه اختبرنا وابتلانا الله جل وحلا بذلك في هذا الزمان لدرجة أنه شمعت من واحد والله سمعت كلمة قرخت قلبي لقيته بيقول الشاب الآن اللي بيصلي الفرائض في المسجد بس برجع البيت بتفرج على الأفلام بباحية ويقع في الاستمناء دهس مشاب بملتزم بتقولee زي ملتزم ليقع في الاستمناء وأفلام بихي ويقولي ملتزم إزاي قال لي هو كله كده كفاية نبس وحريص على الصلاة في المسجد أزاي ملتزم لابد هذه المعصية الاستمناء وهذه المعصية مشاهدة الأفلام البحية لابد أن تؤخر رصيره عن الله جل وعال لابد أن تبعيده عن الله جل وعال هذي يا عقبة طب إحلا إزاي لا عارف يتزوج ولا عارف يعمل إزاي يتخطى هذه العقبة الاستمناء إزاي الشهوة يتخطاها إزاي الذي يريد أن يستقيم أو بدأ يستقيم بدأ يطلق لحياته وبدأ يقرب لربنا وبدأ يعني يحضر المساجد يفاجأ إن أبوه إفله يقول له علي الطلاء لو ما حلأت دائنك دي من تبني ولا عرفك هذا عقبة ضغط البيت ضغط الواقع ابن عمه وعمه وخاله ساعات المستشار وساعات العميد يعودوا معه جلسة عشان يبعد عن طريق ربنا يابني الدين مش كده يابني يسره ولا تعسره يابني الإسلام مش في شعراتين دول يابني يبعد عن المساجد دي يابني يبعد عن الناس دي يابني هيودك في داية يابني دول إرهابيين يبدأ يحربوه أصبح بالنسبانه ضغط عليه ربما يستجيب ويبتعد عن الله يجلب على المال عقبة المال عقبة كان لأن الإنسان لا يطغى أرأه استغناء ممكن المال يفسده بعيده عن ربنا إزاي تحول المال دا إلى دفع إلى الله إزاي تدخل بمالك الجنة إزاي المال دا يبقى كربة إلى الله سبحانه وتعالى والعكس برضه الفقر عقبة النبي تعود منه كل صباح وكل مساء الله مهين يعود بك من الكفر والفقر وضعه النبي جنب الكفر لأنه عقبة ممكن تؤخر سيرك إلى الله يجل وعلا ممكن لو أنت سيرت إلى الله لوحدك خلاص أنت كنت بعيد عن ربنا لما اقتربت من الله يجل وعلا خلاص أصحابك سبوك قرناء السوق أنت سبتهم إلا على موك المقدرات ولا على موك الفساد سبتهم فلقيت نفسك لوحدك وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية وإنما يأكل الشيطان بالذي يسير وحده وخلاص ما عادش لك أصحاب الوحدة دي دي عقبة ممكن تقول أنا الوحدي لا أجي دمعين على طاعة الله تفضل لوحدك يبدأ يوسوس لك ويكلمك ويقول لك اعمل كذا طب شوف كذا طب يبدأ يجرك يوم بعد يوم حتى تبتعد عن الله جل وعلا واحد مثلا كان في طريقه إلى الله ماشي وجاله مرض أعاده الفراش بعدما كان بحضر محاضرات قال له لك تصرت بعدما كان بيتحرك في أعمال خير قاله نزرقه ضروفي بعدما مرض يؤخر سيره إلى ضير كيف تحول المرض المرده إلى عصير الحلو كيف يكون المرض دافعا وقربة إلى الله ممكن إنسان مريض برضاه ربنا أراب منه باستغلال وقته كما ربنا قال عن نبي الله أيوب الذي مكث من بلاي ثمانية عشرة سنة وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين معقول يبقى المرض باب للعبادة لا دا المرض ذكرى لكل من يريد أن يعبد الله جل وعلا يبقى باب للعبادة إزاي هنعرف كيف تتخطى عقبة المرض عقبة مهمة جدا مطب شديد جدا يبعدك عن الله جل وعلا وهم كورونا السوق اسأل كده كل واحد بعيد عن ربنا السبب إيه فلان أول واحد علمني المخدرات دا اللي خلينا مش مع البنات دا اللي صفرني للأماكن اللي فاهم عصية دا اللي خلنا أترك الصلاة دا اللي علمني السجاير كورونا السوق كورونا السوق كيف تبتعد عن هذا المطب وكيف يبدلك الله جل وعلا بما يعينك على طاعة الله جل وعلا يبقى قرين خير يبقى يأخذك إلى طريق الله جل وعلا يبقى يبصرك بطريق الجنة يبقى تحول هؤلاء بدا مكانوا عقبة يبقى هم رد وعون وسند لك في الطريق إلى الله جل وعلا لما تخدهم معك في الطريق إلى الله جل وعلا من ضمن العقبات إن إنسان أصلا لا يتعود طريق الالتزام إنش متعود إن يصلي ولا متعود إن يصوم ولا متعود إن يذكر الله جل وعلا ولا متعود إنه يطلق رحيته ولا متعود إنه يغض بصره فمش متعود دي أو عقبة تانية إن كلام الناس صراحة قالوا علي مجنون قالوا اتهبلت زي أخي صحبي كان بشرب مخدرات وربنا من عليه تاب لما تاب والتزم صحابه افتغروا الجن قالوا كده دا محمد الزهر خد جرعة زيدة لحزت مخه لدرجة إنه بقى سني دا بقى إرهاب الولاد الجن الزهر خد صهر اللي وحده كده وخد جرعة زيدة لحزت مخه بقى شيخ درويش يعني كلام الناس كلام الناس ممكن يخليك يعني يخليك تبعين عن ربنا كيف تحول كلام الناس إلى دفعة إن الله لما يقولك عنك مجنون دا أنت تقول يا أخيرا بئت زي النبي الحمد لله أنا عربت مني نبي الآن لأنه قالوا عن الأنبياء مجنون وقالوا عني يبقى أنا فعلا قرأي من ربنا يبقى أنا قرأي يبقى دي دفعة لك إلى الله جل وعلا إن من ضمن العقبات سوف سوف إن الشيطان يجي ويقولك طب بس خلها بكرة يعني أنت فارمة الجهاز عشان تشيل الفولدرز بتاعت إكس وإكس والحاجات دي وتشيل الأفلام وشيل بس خلها بكرة لما تفوق بس عشان ما حد تشوفه كنت بتشيلها كلمة بكرة دي سوف دي دي عقبة عظيمة هي سلاح الشيطان الأول سوف دي عقبة عظيمة هي سلاح الشيطان الأول ولو استجبت إلى الشيطان كلمة سوف فخلاص أنت كان عندك حمية للدين وعندك قرب لربنا هيبردك لا لابد أن تطرق على الحديد وهو ساخن لابد أن تطرق على الحديد وهو ساخن الآن التوبة الآن لبس الحجاب الآن ترك السجار الآن فرمط الجهاز الآن تقصى صورة المحمول الآن أسترضي أبي وأمي وقبل رجلهم الآن أعفو عن جاري واشيري الأضايا الآن أترك العمل الحرام الآن علاجها سوف لا علاجها الآن نعرف يعني إيه العقبات دي وكيف نقابل هذه العقبات من ضمن العقبات الكلمة أقول لك يا عم أنا حر أنا أعرب لربنا بس سيبني وأنا المزاج الوقتي هو أنت ما تقربش لربنا المزاجك ده أنت لا تعبد الله كما تريد أصلا إنما نعبد الله كما يريد نحن لنسيره في الحياة كما نريد إنما كما يريد سبحانه وتعالى أنا مش حر أنا عبد هنعالج كلمة أنا حر دي بكلمة أنا عبد تعرف يعني أننا عبد تعرف أن الحرية الحقيقية في عبديتك لله وحدا لأنك لو لم تكن عبداORY ستكون عبد للمال والتجارة وعبد للأولاد وعبد للزوجة وعبد للنساء وعبد للوظيفة ستتحول من العبودية للناس إلى العبودية الحقة لله جل وعلا الكلمة اللي بنسمعها كتير قوي أنا كده كويس دي حقه بكبير قوي يقول لك يا عمي وأنا بأس حد يا عمي ده أنا حسن من غيري أنا حسن من الحمد لله لا بظلم ولا بقع في الزن الحمد لله يا عم هو فيلمين على كلمتين أنا كده كويس كان في محاضرة للدكتور حازم في بداية محاضراته أنا كده كويس اسمعها دكتور حازم شمان أنا كده كويس عشان تعرف إنك كده مش كويس لا ده أنت كده بتبعد ع ربينا وأنت مش داري ده أنت كده بتنزل دركات في المعصية وأنت أنا تدري يا أبد أن تتعلم يعني إيه أنا مش حلو وأريد أن أكون كويس أنا كده كويس ألا أنا عاوز أبا كويس أنا مش كده أبا أرهب دور ربنا لتعلي همتك بدل كلمة أنا كده كويس إنك كتير جداً لا يريده أن يلتزم لأنه خايف يرجع كثير من من يقع في المعصية وبشرب سجاير سبها ورجلها تانية بس بطر ببسل في اللي لا دي أنا أقول لك بس مرخص للمطباط لسه ما كلمت عنها بس مرخص كتير من الشباب كتير من الشباب عاوز أقرب لربنا بسؤلك لا أنا أقربت لتاني ورجعت فخلاص أنا عارف نفسي أنا ضعيف أنا برجع على طول أنا كيف أرجع وأنا مش هتحك على ربنا بقى فيفضل في الفساد هو كونك ماشي في الطريق وقفت عند المطب وماشي بسرعة عشرة وكل مطب بتأخر فيه يعني بعد كده ما تمشيش بقى لا خلاص تخطى المطب وبرضه سرع وسر إلى الله في جل وعلا لكن لا يوقفك المطب لا توقفك العقبة اقتحم العقبة واستعن بربك جل وعلا والله جل وعلا سيعينك من ضمن العقبات من يقول لي عمي أنا دم السكتي أنا عندي تاريخ اسود والله العظيم ما قابل مرة واحد في الشارع بقول لي أمي أرد يا ربنا تعالى نصلي قال لي يا شيخي أنا أصحابي كلهم لو أنا دخلت الجنة مش هلا أحد تعرفه والله قال لي كلمة دي لو دخلت الجنة مش هلا أحد تعرفه كل صحابي في جهنم فهيروح الجنة عمل إيه وأنا بعدين ده أنا عملت مصايب هو أنا ينفع ينفع حتى لو كفرت بالله وأشركت بالله وقتلت وزنيت وصركت لك توبة فنعرف إزاي التاريخ الأسود ده نتخطى إزاي كتير من الناس ترك طريقة الالتزام لا سيما في الأيام دي بعد الثورات والانقلابات والفساد واللي حصل بعد الكلام ده كله طريق ترك طريقة الالتزام ليه لأن الاختلافات اللي حصلت بس الناس إخوان ولا سلفيين ولا جماعات ولا مش عارف إيه يا عم يسيبك من كل دول فالاختلاف اللي حصل بسط الناس لا سيما الاختلاف السياسي جعل كثيرا من الناس ينخاذر عن طريق الله يبتعد عن طريق الله إزاي تتحول هذه الاختلافات إلى أن تكون أنت الرجل الذي تأخذ بقلوب هؤلاء أن تكون أنت البطل الذي تجمع هؤلاء أن أنت كنت القائد الذي يجعله الله جل وعلا سببا لجمع هؤلاء وتأخذهم وتسير إلى الله جل وعلا كلمة اللي بيقولها كتب من الناس يا عم هو ربنا كتب علي كده هو ربنا لو كتب علي أن أنا أبقى طيب وأصالح كنت زماني أبقيت صالح ربنا كتب علي الزم خلاص هو ناس كده كده خلاص لا ده دي عقبة عظيمة جدا حين تعتقد أنك خلقت لأجل المعصية لا خلقت لأجل الطاعة طب ما أنت لو قربت لربنا وصليت يبقى ربنا خلقك عشان تبقى صالح كثير من الناس يبتعد عن طريق الله جل وعلا لأنه قابل في حياتي ليش أقول بأن عقبات أو مطبات قابل في حياتي صدمات حصل له صدمة بدأ ما يفوق لا بأيدته عربنا تماما صاحبه الأنتين بتاعه اللي هو يعني كان شايفه أصلح الناس فوجئ إنه مجرم اتصدم فيه ساب الإسلام عشان ساب الالتزام عشانه الشيخ اللي هو اتعلم منه وتربى ليه ما قالش كلمة الحق خاف اتصدم في الشيخ ساب الالتزام لا يا حبيبي أنت ستسأل عن نفسك أمام الله لو أنت دخلت في قبرك مش هتسأل عن فلان ولا ألان ولا مين اللي مسك الحكم ولا مين اللي ساب الحكم ولا مين اللي سافر ولا مين اللي نجح في الانتخابات لا هتسأل عن نفسك بس يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها فما لكش هنحوض العقبة إن الصدمات دي تحولها إنك تستغلها في القرب من الله جل وعلا أنا ذكرت لك يعني أسماء بس لقرب التلاتين عقبة وأنا قلت لك أنا ذكرتها في تلاتين محضرة في سلسلة مطباط التي عرضت في قناة أمجاد في رمضان قبل الماضي لمن أراد الاستزادة لمن أراد أن يتعلم لنعلق على هذه العقبات أو عن أهم العقبات نعلق عن أهم العقبات بداية من اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم البقاء واللقاء كلمتين لا تنساهم يا أخوانا كلمتين لابد أن تحول الليمون إلى عصير الحلو ولا بد أن تحول هذه المطبات إلى دفعات وأن تحول هذه العقبات إلى قربات من رب الأرض والسماوات والله جل وعلا هو المسؤول أن يعينك إن كنت صادقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق نسأل الله جل وعلا أن ينزيننا إياكم من الفتن وأن يحفظنا وإياكم مما يبعدنا عنه سبحانه وتعالى وأن يتقبلنا في الصالحين إن ولي ذلك والقادر علي واكتفي بهذا القادر على أن نأخذ شيئا من التفصيل في هذه العقبات في اللقاء القانب بإذن الله جل وعلا جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد وعلى آله وصحابه أجمعين والحمد لله رب العمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة